ذيل الآية تسعة وثمانين من سورة النحل وهي قوله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء خلي ذهنة كم يقول إذا ثبت هذا فنقول في الآية قولان لأن الآية قالت يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم القول الأول أن الشهيدا أن المراد أن كل نبي شاهد على أمته هذا القول الأول إذن نحن الآن في زماننا خلي ذهنكم يا عزائي كونوا على ثقة من أهم مقامات الرسول الأعظم موجودة فيها الآية ولكن مع الأسف الشديد نادرا وجدت أنه المتكلمون يقفون عند هذه الآية لبيانات ماذا لردي النهج الأموي والسلفي والوهابي وابن تيمية وإلى غير ذلك القول الأول أن نبي كل أمة هو الشاهد على ماذا على الأمة سؤال إذن الآن من الشاهد علينا شاهد علينا الآن في أمة الإسلام من الشاهد بناء على هذا القول الذي هو مقبول عند جميع المسلمين من الشاهد رسول الله باعتبار لا يقبلون الأئمة رسول الله هو الشاهد جيد جدا هذا الشاهد شاهد وهو لا ارتباط له بهذا العالم أو شاهد وهو له ارتباط كامل بهذا العالم شنو شتقوله يمكن لشخص أن يشهد على فرد فرد على أمته يوم القيامة وهو لا يدرك من هذا العالم ان قطعت رابطته بهذا العالم سأهي احنا الروح مولانا نستدل بآية مولانا عند ربهم يرزقون مو يشكي من رد الرد عليه ومن يقول بابا الشهداء احياء عند ربهم يرزقون يتريدون رسول الله مو حي هو ميجاوبك هو يجواب أهماتي انا بحسب الموازين منطقي ولكن له جواب يقول جيد انا ما اعتقد حي ولكن حي عند ربه شنو علاقته بي اهنانا انا اريد اسألك اهنانا شنو علاقته حتى تقول لي بانه انا ادعوه انا اريد اسألك انت من تمد ايدك او تسأله او تتوسل او تتشفع يعلم او لا يعلم يقول حي عند ربي انا ما اقول حي عند ربي انا ده اقول لك يعلم بك او لا يعلم بك اية الشهداء لا تدل على انه يعلم ماذا يعلم بك ابد اما اذا قبلنا ان كل نبي هو الشهيد على امته اذا عند علاقة بالامة لو ما عند علاقة بالامة يعلم وضع الامة او لا يعلم يعلم من المؤمن من الكافر من الفاسق من الظالم من المرائي من 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 لماذا لانه يريد ان يشهد عليه يوم القيامة فاذا لم يكن يعلم كيف يشهد وهنا تأتي قول ويأتي قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله الرسول يرى العمل تقول في حياتي او طلع لي وين بين القرينة انه في حياته يرى العمل ثم حتى في حياته لا يرى العمل لماذا لانه يرى ظاهر الاعمال مباطن اعمال لابد ذاك الذي يريد ان يشهد انه فلان مؤمن وفلان منافق لابد شنو وهذا من اهم الادلة لرد نظرية ان النبي لا يعلم بالموضوعات لان الشهادة على الافراد في الامة موضوعات له احكام فلان زيد او عمر هذا احكام له موضوعات ها ياهو هذا ما لا يعلم بالاحكام وانما مرتبطة بالموضوعات اذا ما ذكر في كلمات الاعلام القدر المتيقن في غير الاحكام القدر المتغيقن في غير الموضوعات واقع الناتج عن عدم خبرة بالتفسير هذا التفسير هذا القرآن واللطيف ان اعلام كبار في النجف وقم ايضا لم يعلقوا على هذه العبارة لسيد الخول كيف لا يوجد عنده علم بالموضوعات وقوام الشهادة على الاعمال قائم على ماذا على ماذا على الموضوعات لانه هاليوم اكل غصب له اكل حلال هذا حكم له موضوع لا بد يجهد عليه يوم القيامة انه فلان في فلان ساعة ماذا اكل غصبا اكل حراما اكل مال اليتيم شو نعلاقه بالاحكام هذا من دليل القرآن للموضوعات ولذا نحن في عصمة الانبياء في كتاب عصمة الانبياء بينا هذا الدليل بشكل تفصيلي يمكن للأعزان يراجعوا له وكذلك بيناه ايضا في كتاب المعاد رؤية قرآنية فيما يتعلق ماذا بالشهادة على الاعمال قلنا هذه من اهم الادلة على عصمة الشهداء على الاعمال ها في الموضوعات والدليل دليل ما هو دليل قرآني هذا هو القول الاول هذا القول الى هنا لا يثبت الضرورة سؤال سؤال خلي ذينك هذا الشاهد على الاعمال يوم القيامة اللي يوديه للجنة اللي يوديه للنار معصوم لو ما معصوم اذا ما كان معصوم قد ينطي الذنوب زيد الى من الى عمر فبدل ما يودون زيد النار يودون عمر لان هناك بيني وبين الله جنة ونار بعد يتحمل الخطأ ولا يتحمل الخطأ البحث مو انه مكلف اذا اخطأ معذور لا لا انك مصير متوقف عليه يوم يقوم الاشهاد ومن الاشهاد من هو نبي كل امة يوم نبعث في كل امة شهيدا عليهم من انفسهم اشهد عليهم هذا اهل جنة له اهل النار ولا بد النبي ان يختم في اخر المطاف بانه هذا الطوخة للجنة هذا كم انتوشنه اعتقادنا هذا الختم من اين لابد يجيه من سيد الاوصية من امير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام اشتركوا في القناة